السؤال بعد كده بيقول السلام عليك أنا واحد في تلتة سنة وداخل على امتحاناته وبصراحة مش بطيء أفتح كتاب بصراحة وكمان أنا بصلي وكله تمام بس مش عارف إيه اللي أنا فيه ده حاسس إني في دوامة مش عارف أفوق منه بص إيه دي أكتر حاجة بتخلي الإنسان يحس بهذا الإحساس هو إحساسه بالملاحقة إن فيه حد بيلحقه وإن فيه حد منتظر منه نتيجة وإن هو حد شارت وحاطت سبب لحبه لي هتنجح أنا أحبك لو ما نجحتش أنا هبقى زعلان منك جدا 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 أنا مش هحس إن انت ابن وهتبقى خزلتنا وكسرتنا وضيقتنا وقزيتنا قال لي ما كل الأباء والأمهات بيحسوا بكده آه بس إنهم صح من الصح ليه؟ من الصح لإن أولادنا يفضلوا أولادنا سواء رجحوا في الامتحانات أو ما نجحوش في الامتحانات فكلامي مش لحضرتك كلامي لوالد ووالدة حضرتك لأهلك إنهم ما يحسسوكش بإن بقاءك كابن ليهم متوقف على نجاحك يجي الأهالي يقولوا إنا يا جماعة إحنا ما أكيد ما قلناش لابننا كده إحنا أنتوا عفهمين يعني إيه كلكم رائعين وكلكم مسؤولون عن رعياتي أنت لازم حسسه بالأمان هو دلوقتي حسس بالخوف كل اللي عندك ده يا ابني ده من إحساسك بالخوف من النتيجة ولزيك في الوقت ده أنا بحب التجربة اللطيفة اللي بتقول للأولاد يا أولاد إنتوا هتفضلوا أولادنا واكتهدوا وبذول الواجب اللي عليكم مش مهم النتيجة ستكون إيه لأن على فكرة إنك تخلي أولادك وقفين على ضوافرهم إن تخلي أولادكم عندهم هذا الاضطراب النفسي والاضطراب العصبي ده هو النتيجة ما بتتغيرش لكن ابنك هيطلع هو متدايق وحزين وحاسس إن أنت ما بتحبوش هو يقول لي ده أنا بحاول أحفزه أه بلاش طريقة التحفيز اللي أنت بتحفزه بيها دي طريقة التحفيز اللي أنت بتحفزه بيها دي توصله إلى الاضطراب طيب وإنت عشان إيه تعمل كده اسمع كلام حضرت النبي حضرت النبي قال لك ما كان الرفقه في شيء إلا زانة وما نوزع من شيء إلا شانة فأنت يا ابني المسألة مش فيك إنت بس مسألة في الأهل اللازم الأهل يعملوا إيه يهدوا شوية يهدوا شوية يعني إيه طالما أنت بتزاكر وبتحب وترون انت بتذاكر ذاكر يبقى ايه اللي حاصل شيل العبء اللي عليك وذاكر ليه ذاكر محبة في العلم ذاكر محبة في ان انت تبقى انسان بتبني نفسك المذاكرة يا ابني بتبني للشخصية المذاكرة دي بتفتح الافاق المذاكرة دي بتخلي الانسان احسن انت لو ما ذاكرتش دلوقتي هتبقى المعلومات دي والمعارف دي انت محتاجة بعد كده وما عندكش حاجة تعيش بيها في حياتك كتير من الناس اللي بيعيشوا وبتعلموا ما بيبقاش فاهمين ان العلم داوة بيخلي عقولهم تتنور تتنور يعني ايه مش انه عارف المعلومة بس عارف طريقة التفكير طول ما انت بتتعلم طول ما تفكيرك بيتحسن فانت تكتهد في الفاهم داوة انت لو فهمت هتجاوب صح وهتبقى زي الفل فانت حاول تتعلم وحاول تذاكر عشان تبقى تبني نفسك بعيد بقى عن قزمة بقى السنوية العامة والاضطراب النفسي وانا لو ما حصلش انا فقدت الاحترام وفقدت شرف العائلة يابا لازش الكلام اللي مروش لازمة دا ان الله يحبه اذا عامل احدكم عملا انا ينتقنه اتقن مذكرتك وبس طب والنتيجة بيد الله ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل فنصحت لك اعمل زي ما انا بقولك كده اتقن عملك واحسن عملك واعمل جدول لمذكرتك وخذ من فراغك لشغلك زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ترتب جدول وتعمل ايه وترتب وقتك وانطرق ان شاء الله كل ده ان شاء الله يكون في فتح وبركة عليك ولو حصل ده هتلاقي احياتك كلها هتغيرت وخرجت من الدوامة دي طالما انت بتعمل ايه طالما انت اتقيت الله سبحانه وتعالى واتقنت عملك وصرت في الطريق الى الله سبحانه وتعالى واعرف ان الله سبحانه وتعالى لاني يضيعك ابدا ايه ايه اللي حاصل لما الانسان بيعمل ان ربنا امر به لما يضيعوش السيدة هاجر قالت لسيدنا ابراهيم هالله امرك بهذا قال نعم قال اذا لن يضيعنا يبقى انت لو انك انت عملت الامرك ربنا بيك مش هتضيع ابدا وهو دوات اللي قاله مولانا سبحانه وتعالى ان الله لا يضيعو اجر من احسن عمله يبقى انت احسن عملك واتقنه ولا تخاف لا تخاف ودايما طمن اهلك طمن اهلك ان انت ان شاء الله بتسير بالاتقان وبتسير بمعرفتك بوجبك يحسوا كده انهم بيتعاملوا مع رجل ويحسوا وتحس فجأة ان انت نضقت مهم جدا جدا ان في السنوية عمل اولاد ينضجوا لان بعد كده يروحوا للمكان هم بيتهيأوا فيه عشان يفتحوا بيوت بيتهيأوا لسوق العمل في الجامعة فهم محتاجين يكونوا خارجين من السنوية نضجين فانت يا ابني ادي فرصة ان نفسك ان انت تبني نفسك وتنضج وانت في السنوية يعني ايه تنضج يعني تحس ان المسئولية ليست للمساءلة ولكن المسئولية ماذا لبناء الشخصية المسئولية جزء من بناء الشخصية وعشان كده ايه اللي حاصل كلكم راعن وكلكم مسئولون عن رعيتي يبقى ايه اللي حاصل عشان تبقى جاهز للرعاية ترعى نفسك وترعى اهلك وترعى احبابك وترعى العمل وترعى الخدمة اللي انت بتعملها للناس انت محتاجة تفهم يعني ايه مسئولية فانت محتاجة تبني شخصيتك فابني شخصيتك وتوكل على الله ومسيبك من كل حد يخوفك انت مش محتاجة تخاف كيف تخاف وربك يقول لك أليس الله بكافن عبده ما تخافش يا ولدي ما تخافش وقول لأهلك ما يخافوش وعيش في امان الله سبحانه وتعالى وذاكر وانت بادي بادري هو يلا زاكر واكتهد وما تنتظرش ما تأجلش أبدا الأعمال سارع إلى مغفرة من ربك لأن العمل كل ما تعمل ودايما انت لما تنام وانت اكتهدت في المذاكرة وتنام وانت حاسس ان انت اكتهدت وارهقت من كتر مذاكرة تذكر حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم من بات اكلم من عمل يدي بات مغفورا له وذاك سارع ولمغفرة من ربك بأن تتسارع لعشان تبات وانت كلم من عمل يدك تكلم من مذاكرتك يبقى هتباته انت ايه هتباته انت مغفور لك لما تعمل ده ربنا هيشرح قلب أهل والدك والدتك وربنا هيسل لك أمرك وكل ده يزول ياب كل ده يزول يبقى انت محتاج ان انت تعمل ده ان شاء الله ربنا هيكرمك ويفتح عليك ويعطيك عطاء وافرا اشتركوا في القناة